بسم الله الرحمن الرحيم وخاف من قوم خيانة طبعا الخيانة هنا يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين هنا استخدم كلمة الخائنين بالجمع فختمت هذه الآية بكلمة الخائنين التي هي اسم فاعل ولكن عندما تحدث الله عن الذين اعتادوا الخيانة ومارسوا وأدمنوا وأصبحت الخيانة جزءا منهم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما وصفة الخوان تناسب حال هذا الذي هو كثير الخيانة يعني انظروا سبحان الله عندما يتحدث عن الخوف من الخيانة يستخدم كلمة الخائنين لأنه قد يخون وقد لا يخون لأن الخائن هو اسم فاعل قد يخون مرة واحدة فقط ولكن عندما يتحدث عن قوم اعتادوا وأكثروا من هذه الخيانة يقول خوان سبحان الله دعونا نعيد قراءة الآية الكريمة وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين والآية الثانية ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما لذلك هنا استخدم كلمة خائنين وهنا خوانا ليدلك على أن الآية الأولى قد تحدث الخيانة أو لا تحدث لذلك هو اسم فاعل مرة واحدة أما هنا خوان أي كثير الخيانة مبالغة صيغة مبالغة مثل تقول كاذب وكذاب الكاذب قد يكذب مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة ولكن كذاب يعني كثير الكذب إن هذه الذقة لتشهد على صدق كلام الله تبارك وتعالى الذي قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر